اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته لمحافظة الغربية بتفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا وكذلك أعمال تطوير المنطقة المحيطة به وتجول مدبولي في أروقة المسجد الذي يتخذ طابعا معمريا فريدا وشهد عددا من المقتنيات الإسلامية والتاريخية الفريدة كما تفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي هذا وتحدث مدبولي إلى عدد من المواطنين وأهالي المنطقة وأصحاب المحال التجارية على جانبي الساحة حيث عبروا عن سعادتهم بحجم المشروعات الملحوظة في كل بقعة من أنحاء الجمهورية مؤكدين أن ذلك يبين الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالنهوض بمستوى حياتهم وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم بالفعل من مركز زفتة بمحافظة الغربية وتحديدا مشروع مركز شباب قرية نهطاي ومجمع خدمات المواطنين جولة تفاقدية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من المشروعات التي تنفذ بالقرية والتي تندرج إضافة إلى 53 أخريات ضمن مشروع الدولة القومية العملاق لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين زي ما تفقدتوا حضراتكم وشفتوا معنا نموذج من النماذج التطوير اللي إن شاء الله كل قرى مصر حتكون بهذا الشكل المركز كله على بعضه النهاردة 600 ألف نسمة عدد سكانه فيه أكتر من ألف مشروع بيتنفذوا في وقت واحد القرية زي ما حراكم شفتوا هي قرية من القرى الأم ففيه اهتمام كبير جدا يعني شفنا حجم المشروعات في كل المجالات بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار جنيه وصلت نسب التنفيذ والإنجاز إلى 61% في قرى مركز زفتة المدرجة بالمبادرة الرئاسية وذلك بإجمالية ألف مشروع بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها في الحقيقة مجهود كبير جدا يعني بيتم على أرض محافظة الغربية في مركز زفتة عندنا قريتين قرية نهطاي وقرية تفاعل العزب مرشحتين إن شاء الله لفتتاح الرئاسي منظومة عمل كبيرة جدا كل بيشارك فيها عشان فعلا يعني يكون أمام السيد رئيس الجمهورية وعدة في أوفة جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصاحبة عدد من الوزراء شملت متابعة مشروعات التطوير الأخرى بمحافظة الغربية وذلك بالمنطقة اللوجستية المقامة على مساحة 83 فدانا إضافة إلى تفقد الكورنيش ومنطقة السيد البدوي بعد التطوير سالي سالم التلفزيون المصري